ما كان همساً أصبح جهراً في السودان فالخلافات التي وصلت قمتها خلال الأيام الماضية أنتجت أحداثاً صعبة تعيشها البلاد خلافات بين المدنيين والعسكريين وأخرى تضرب الحرية والتغيير اتهامات متبادلة وخلافات جعلت بعض الوزراء يخرجون في مسيرة تطالب بحل الحكومة والتي هم جزء منها فيما عرف باعتصام القصر اعتصم جناح مشق عن الحرية والتغيير برفقة مجموعة من الحركات الموقعة على اتفاق جبا ما عرف بجناح الإصلاح ليجيء الرد من قوى الحرية والتغيير بالاستعانة بقاعدتها في الشارع والذي هب في ذكرى الحادي والعشرين من أكتوبر مجدداً التأكيد على مدنية السلطة سبق ذلك اعتصام شرق السودان والذي فجر هو الآخر خلافاً بين المكون العسكري والمدني في كيفية التعامل مع هذه القضية فالجناح العسكري يرى أن القضية السياسية بحتة بينما تطاله اتهامات المدنيين بأنهم وراء ذلك بين هذا وذاك دخلت على الخط وساطات كان آخرها المبعوث الأمريكي للشئون الأفريقية والذي أجرى محادثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في اجتماعات متتالية بغية الوصول لحل للخلاف ولكن لا حل لاح في الأفق ما بين شد وجذب وترقب وانتظار حسم الأمر باعتقال عدد من الغزراء والمسؤولين والقيادات وتل ذلك اتخاذ إجراءات جديدة للمرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر